السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم سيكون جمع ثلاثة أعداد للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول فكرة الدرس أعيد ترتيب الأعداد ليسهل علي جمعها أجد ناتج جمع العدد ونفسه أربعة زائد أربعة مثل هذه الحقائق اللي أخذناها لأحصل على العدد ثمانية ثم أجد الجمع ثمانية زائد ستة إذا كان عندي في مجموعة من الأرقام ثلاثة أعداد وعددان متشابهان فأجمع أولا العددان المتشابهان ثم بعد ذلك أقوم بجمع العدد المتبقي بعد عملية جمع العددان متشابهان نجمع القيمة الناتجة مع العدد الثالث أجد ناتج الجمع أربعة زائد ستة ليحصل على العدد عشرة ثم ناتج الجمع عشرة زائد أربعة ويعطيني الناتج طبعا في أكثر من طريقة فمثلا الطالب الأول هذا الطالب الأول على اليمين قام بجمع كل واحد طبعا يجمع بطريقة مختلفة جمع الأربعة مع الأربعة المتشابهان وقال عنده كام ثمانية استخدم حقائق الجمع ثم بعد ذلك هذه الثمانية أضاف لها الستة وحصل على أربعة عشرة الطالب الثاني هذا الثاني جمع العدد الأول مع الثاني لم ينظر إلى وين إلى التشابه يا الأربعة زائد ستة يساوي خل الستة في رأسه وبأصابع اليد جمع سبعة ثمانية تسع عشرة أضاف أربعة فأصبح لديه عشرة ثم هذه العشرة التي طلحها أضاف لها العدد الثالث الأربعة 11-12-13-14 وكلاهما حصل على الناتج نفسه مهما اختلفت طريقة الجمع والناتج واحد فالإجابتان صحيحتان في إمكاننا طبعا نجمع من خلال الأعداد المتشابهة الحقائق ثم وين؟ مع العدد الثالث نجمع ونحصل على الناتج النهاي ننتقل الآن إلى فقرة أتأكد فمثلا عندي في المثال الأول جمع عندي سبعة زائد سبعة حقائق الجمع أرباطاش ثم جمع معه الثالث أربعة أربعة زائد أرباطاش يساوي ثمانتاش سؤال اثنين لا يوجد عددان متشابهان فنجمع الأول والثاني شوف حط لي دائرة عليهم هل لازم نأخذ التسعة والواحد؟ لا لكن إذا أخذنا التسعة والواحد سهل تسعة من الواحد تعطيني كم؟ عشرة هذه هي العشرة ثم العشرة نجمعها مع وين؟ مع الاثنين عشرة زائد اثنين يساوي اثنى عشر سؤال ثلاثة يوجد لدينا متشابهان ثلاثة مع الثلاثة نجمعهم مع بعض نحطهم في المربع ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة الستة الآن نجمعها مع التسعة التسعة هو العدد الأكبار نضيف إلى ستة عشرة احدى عش اثنى عش ثلاثة عش ارباطعش خمسة عش اذا الناتج يساوي خمسة عشر ايضا عندي سؤال اربعة عددان متشابهان اثنين مع الاثنين اثنين زائد اثنين يساوي اربعة تبقى لدينا الجمع مع الاربعة هذا الاربعة اربعة زائد اربعة يساوي ثمانية حقائق الجمع سؤال خمسة لا يوجد عداد متشابهة الافضل اني احصل على العشرة فاخد اثنين زائد ثمانية اثنين زائد ثمانية يساوي كم عشرة عشرة زائد سبعة يساوي سباطعش ايضا عندي سؤال ستة عداد غير متشابه ناخد الواحد مع التسعة لماذا طبعا للحصول على العدد عشرة واحد زائد تسعة عشرة عشرة زائد ستة يساوي ستة عشر هذا بالنسبة الى مجموعة فقرة اتأكد ننتقل الان الى المجموعة الثانية اجد ناتج الجمع عندي ثلاثة اعداد مختلفة هذه الاعداد مختلفة ولا يوجد عددان يعطوني عندي عددان متشابهة اربعة زائد اربعة يساوي كم ثمانية ثمانية زائد العدد هذا المتبقي كم ثلاثة نخلي الثمانية في عقلنا نضيف اليها ثلاثة تسعة عشرة احدى عشرة بأصابع اليد اذا الناتج احدى عشر سؤال تسعة اخذ اولا الثلاثة مع وين مع السبعة ثلاثة زائد السبعة يساوي عشرة اذا يكون عندي اربعة زائد عشرة يساوي ارباطعش عندي سؤال خمسة او سؤال عشرة خمسة زائد خمسة زائد خمسة يساوي ناخذ خمسة زائد خمسة اولا يساوي عشرة زائد الخمسة الثالثة عشرة زائد خمسة يساوي خمسة عشر السؤال الحادي عشر لدينا عددان متشابهان ستة زائد ستة حقائق الجمع ستة زائد ستة يساوي اثنى عشر زائد ثلاثة اطنعش زائد ثلاثة يساوي خمسة عشر السؤال الثاني عشر ناخد العددان المتشابهان خمسة مع الخمسة نجمحهم خمسة زائد خمسة عشر عشر زائد سبعة يساوي سبعة عشر ناخد الآن الثلاثة مع السبعة ليش للحصول على العشرة ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة عشرة زائد خمسة يساوي خمسة عشر سؤال أرباط عشر نقوم بجمع العددان المتشابهان الأفضل ستة زائد ستة يساوي اثنى عشر اثنى عشر زائد خمسة يساوي سبعة عشر ثمانية زائد أربعة زائد واحد هنا طبعا ما عندي عددان دا جمعناهم نحصل على العشرة فنجمع أي عددين لأسهل نجمع العداد الكبيرة ثمانية زائد أربعة يساوي اثنى عشر اثنى عشر زائد واحد ثلاثة عشر أو ثلاثة عشر تسعة زائد ثمانية زائد واحد الأسهل جمعة تسعة مع الواحد للحصول على العدد عشرة تسعة زائد واحد يساوي عشرة عشرة زائد ثمانية يساوي ثمنتاش ننتقل الآن إلى سؤال سباط عشر أيضا الناخد طبعا بإمكاني اثنين زائد اثنين ولكن الأسهل أنه ناخد الاثنين مع الثمانية اثنين زائد ثمانية يساوي عشرة العشرة نقوم بجمعها مع الاثنين عشرة زائد اثنين اثنى عشر سبعة زائد سبعة سبعة زائد سبعة يعطيني أرباط عشر أرباط عشر زائد واحد يساوي خمسة عشر ننتقل الآن إلى سؤال تساط عشر ناخد السبعة مع الثلاثة سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة عشرة زائد واحد يساوي أحدى عشرة هذا بالنسبة إلى مجموعة فقرة أتدرب ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة ملف البيانات تعد السباحة واحدة من أهم الرياضات التي تساعد على بناء جسم سليم استعين بالجدول لأجيب عما يأتي ما عدد الطلاب الذين يهوون صيد الأسماك وكرة القدم والجري هذه عندي كرة القدم أربعة صيد الأسماك أربعة والجري ثلاثة نقوم بجمح هذه العدادة الثلاثة نقول لي أربعة زائد أربعة زائد ثلاثة أولا نجمع العددان المتشابهان أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية حقائق الجمع زائد ثلاثة خلي العدد الكبير في راسنا ثلاثة ونضيف له ثلاثة تسعة عشر أحد عشر بالعد عن طريق الأصابع إذن عدد الطلاب أحد عشر طالبا سؤال واحد وعشرين هو الأخير ما عدد الطلاب الذين يهوون السباحة وصيد الأسماك والجري هذه هي السباحة صيد الأسماك والجري إذن نقول ليه طبعا سبعة زائد أربعة زائد ثلاثة طبعا الأفضل إننا ناخد السبعة مع الثلاثة نجمع أولا سبعة زائد ثلاثة يساوي أشرة ونضيف إليها الأربعة أشرة زائد أربعة يساوي أربعة عشرة طالبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر